في الفيديو ده هقدم لك موقع lemon slides اللي بيعوضك عن كتير من المواقع فبدلا من استخدام موقع لتوليد الصورة وموقع تاني لتوليد الصوت وموقع ثالث عشان يدمجهم مع بعض ويحرك الشفايف وتقعد تستخدم خمس ست مواقع فالموقع ده بيوفر لك الهاجات دي كلها وتقدر من خلال ضغطة زر واحدة تنشئ الفيديو اللي انت محتاجه او تخلي الصورة تتكلم بالصوت اللي انت محتاجه او تخلي شخصياتين في نفس الصورة يتكلمهم باصوات مختلفة بضغطة زر خلانا نتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو سلام عليكم انا احمد ودي قناة مرستر المعلومات لو قول مرة تتفرج على قناتنا تأكد ان انت عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد عن الزكاة الاصطناعي ومواقع مجانية هتفيدك في حياتك اليومية وخلينا مباشرة نبدأ في التعرف على موقع lemon slides في البداية كل عليك هتنتقل الى الموقع اللي هسيبه لك في اول تعليق بعدك هتقدر تضغط على sign in عشان تسجل دخول تقدر تسجل عن طريق جوجل او discord او تقدر تكتب الايميل بتاعك هنا وبعدك هتختار على sign in with email هنأكد بالكود اللي هيوصل لنا على الايميل او تقدر تسجل عن طريق جوجل من غير ما تعمل الخطوة دي بعدك هنضغط على verify مباشرة هتلاقي الموقع يفتح معك بالوجهة دي بيعطيك 25 كوين 25 كوين كافية ان انت تعمل اكتر من فيديو بطريقة سهلة وبسيطة في البداية بيقول لك select image or video انت تقدر ترفع صورة او فيديو او تقدر تضغط على edit image هنا عشان تعدلها او تغير وش تاني هنضغط على edit image كمان اقدر ارفع الصورة اللي انا محتاجها او تقدر تعمل توليد للصورة اللي انت بحتاجها للشخصية اللي انت بحتاجها تقدر تكتب برومت الصورة اللي انت عايز هنا وتختار الموديل اللي يولد لك الصورة انا طبعا هستخدم الموديل ده او ممكن استخدم flux context عشان اولد الصورة بعد كده اضغط على send وننتظر لحظات لحد ما يولد لنا الشخصية اللي احنا هنستخدمها في الفيديو بتاعنا هنلاقي والد لنا الشخصية دي طبعا تقدر استخدمها وتختار use this image عشان نستخدمها بعد كده تحدد الوجه هنضغط على select face ونحدد وجه الشخص عشان نقدر نخليه يتكلم بالشكل ده بعد كده نضغط على confirm selection احنا كده حددنا وجه الشخص طبعا لو في اكتر من شخصية تقدر تحددهم الخطوة الثانية وهي انك تعمل الصوت تقدر تولد الصوت او تقدر ترفع الصوت او تقدر تسجل صوتك انت او تكتب له النص وهو يولده لو هنضغط على select audio هنا هيفتح لنا الوجهة دي بيقول لك ان انت تقدر ترفع هنا الصوت وهو يستخدمه بوشارة ويدمجه مع الصورة ويحاول هلوم لك الفيديو وتقدر تكتب له السكريبت هنا خلينا نجرب نكتب السكريبت فانا كتبت له النص ده بعد كده اعمل send طبعا تقدر تحدد الاصوات من هنا تلاقي اصوات ناس كثيرة تقدر تضغط هنا عشان تسمعها او تقدر تروح على my voice وتعمل صوت لنفسك وتعمل استنساخ للصوت خلنا نختار Adam كمان تقدر تعمل record مباشرة هنا في الموقع لو ضغطت على record تقدر تسجل صوتك وترفعه كمان تقدر تعمل موسيقى خاصة بالصوت بتاعك للفيديو ده لو انت عايز تعمل موسيقى لها يوليد لك موسيقى بالذكاء الاصطناعي تقدر تكتب مثلا موسيقى رعب او موسيقى تشوقية او موسيقى حماسية اي حاجة تعايزها وهو يولد الموسيقى المناسبة خلنا نضغط send هنا عشان يولدنا الصوت ويعمل generate للنص اللي انا كتبته له ده اقدر اسمعه كلا اهلا بكم يا محبي الذكاء الاصطناعي في قناتكم المفضلة علي اليوتيوب موسيقى موسيقى هنسيبه standard عادي بعد كده هنا بيقول لك انت عايز ده شخص واحد بتكلم ولا اكتر من شخصية طبعا احنا مختارين شخص واحد بعد كده كل عليك هتضغط على generate video توليدي الفيديو الواحد هياخد منك 7 credit وهو بيعطيك 25 credit يعني تقدر تعمل اربع فيديوهات او من كل حساب بعد كده نضغط على generate video هننتظر هنا لحد انتهاء عملية التوليد وهقول لكم فكرة تقدر تستخدمها في انشاء محتوى خاص بك سواء للفيسبوك عشان تربح منه او لليوتيوب عشان تربح منه طبعا لو الناس ما تعرفش ازاي تربح من الفيسبوك تقدر تروح تشوف الفيديو ده لانا شرحت فيه ايه هي اشروط الفيسبوك عشان تحقق اربح منه فاقول لكم فكرة محتوى الوقت تقدر تستخدموها وتستخدموا الفيديوهات اللي بيتم توليدها من على الموقع ده لانشاء فيديوهات حصرية خاصة بيكم بتحكي قصة او بتتكلم عن تاريخ او بتحكي اي حاجة او خبر او معلومة جديدة وتستخدموها في ريلز فيسبوك او على يوتيوب او الفيديوهات العريضة عادي جدا وتحقق منها ربح اهلا بيكم يا محبي الذكاء الاصطناعي في قناة هلا النتيجة دي ظهرت معنا خلانا نشوفها اهلا بيكم يا محبي الذكاء الاصطناعي في قناتكم المفضلة على اليوتيوب طبعا تقدر تحمل اضغط على دول لود كده هتلاقي الفيديو تم تحميله معك بالشكل ده او تقدر تضغط على زر الدول لود هنا ازاي نعمل محتوى بقى بالفكرة دي قل عليك ان انت تروح على كانفة بعد كده تختار فيديو لاندسكيب او موبايل فيديو لو انت عايز تعمل فيديو شورت على يوتيوب او تيك توك كمان ده فيديو للفيسبوك المساعدة كلها موجودة فهنا نختار مثلا لو هنعمله على يوتيوب بعد كده اقدر اعمل ابلود للفيديو اللي انا عملته خلينا وقفه اقدر اخد الفيديو ده احطه في اي زاوية هنا ومثلا الفيديو ده بيتكلم عن الزكاة الاصطناعي طبعا اقدر اشيل كمان الباج جراوند بتاعت الشخصية عشان اخلى الشخص ظاهر لكن دي خدمة مدفوعة بس في كانفة او كانفة الطلاب لو معك برضو هتقي شغال احنا بنزل روابط كانفة بروع على التليجرام الخاص بموقعنا هلاقينا شلنا الخلفية بتاعت الشخصية كده او ممكن تستخدمه بالخلفية عادي جدا وهتلاقي الفيديو بقى بالشكل ده معاك طبعا انا دلوقتي في الفيديو ده باتكلم عن او الزكاة الاصطناعي او هتكلم مسلا عن تاريخ الزكاة الاصطناعي عشان انا ببدأ بقول اهلا بيكم في قناتنا الخاصة بالزكاة الاصطناعي هروح ابحث عن كلمة AI مثلا كده او اقدر اكتب زكاة الاصطناعي هزهر لفيديوهات كتيرة في ريه اقدر استخدمها وضعها كخلفية للفيديو بتاعي اللي انا بعمله واروح هنا اضغط على لاير وبعد كده اختار على سند باك هتلاقي الشخصية زهرة فوق والفيديو بقى عندك كده اهلا بيكم يا محبي الذكاء الاصطناعي في قناتكم المفضلة على اليوتيوب اهلا بيكم يا محبي الذكاء الاصطناعي في قناتكم المفضلة على اليوتيوب طبعا تقدر تضيف بقى السكريبت بتاعك كله وتولده بنفس الطريقة مش لازم ان كل السكريبت بقى فيه شخصية بتتكلم لكن تقدر تولد السكريبت كله بصوت واحد وبعد كده تدمج جزء منه مع الشخصية وتستخدمه كتعريف للقناة بتاعتك سواء كان على اليوتيوب او على تيك توك او اي حاجة وتجيب فيديوهات مجانية من هنا وتستخدمها تلاقي فيديوهات طبعا كتيرة بتتكلم عن الحاجة اللي انت عايزها وناس يعني يعني كل الخصائص اللي انت هتلاقيها محتاجها هتلاقيها موجودة وتقدر تستخدمها وبقى كده انشاءت محتوى حصري خاص بيك هسيب لك طبعا رابط الموقع في الوصف ورابط كانفا برضو في الوصف كمان احنا شرحين كانفا بالتفصيل في قائمة تشغيل مخصصة لو انت عايز تتعلمه عشان تستفد منه برضو وتستفد بادوات الزكرة الصناعية المتواجدة فيه هسيب لك كل ده فاقول تعليق لو استفدت تخلش عليها بلايك واشتراك كان معكم احمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منسر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة